السلام عليكم اليوم فيديو تقف عامة موجه الكامل للناس وشهما أنواع الكاميرات؟ إذا انسيت كاش كاميرا اكتبوها تحت في التعليق كان واحدة الانواع من الكاميرات اللي حنحكي عليهم اليوم عمري ما استعملتهم تسمعه نهضر عليهم شوال ثقافة عامة وكان واحدة الكاميرات اللي inanقدش ندخل فيهم في التفاصيل مدى بي ندير عليهم فيديو مخصصة لهم لخطر يستهلوا فيديو تا عشرين دقيقة وتخيلوا اليوم كتر من العشرة كاميرات حنحكي عليهم كل 21 دقيقة فيديو تخرج بزاف طويلة تقافة عامة قبل ما نبدأ وكينا كلمة واحدة رح نقولها بزاف هاد الفيديو هي سانسور ولا بالفرنسية كابتور وبالعربية يقولوا لها حساس هو المحرك تعالى الكاميرات دولو كانوا يقول لك انت السيارات فيهم محركات مختلفة هاد المعلومة حجك غريبة عادي طنوبيل صغيرة فيها محرك صغير طنوبيل شوية كبيرة محرك كبير ملاح وفي الكاميرات يقول لك قدمها هذا المحرك وهو السانسور يكون كبير قدمها ملاح لكن في معظم الأوقات لا شيء صحيحة 100% لخطر كاميرا تغليم بل بزاف وسانسور صغير صح في العموم قدمها يكون سانسور كبير قدمها ملاح صح وما هم أنواع الكاميرات نبدأ باللولانية لما فيها سانسور ايهو براهم دخلها هادية شوال غريبة هاد الكاميرات هم القدم فيلم كاميرا كما هادية هاد النوع من الكاميرات اللي كان يصورني بهم بابا هكي شايف كيفاش تبكري اللي يقولون لهم كليشي اللي يوم بعدها لازم تديها ديك البوبينة لهادك المصور يديفلوبيها لك بشي يخرج لك تصورك هاد الأنواع من الكاميرات مهمين جدا هاده هما اللي قلت لازم ندير عليهم شوال فيديو مخصصة ثم باش تفهموا في العموم هاده ما عندهمش محرك ولا سانسور كما الكاميرات اللي حنحكي عليهم قعبوا بعد في هاد الفيديو هاده ما عندهم هاد العفسة في مكان سانسور ويقولوا لها بيليكول ولا الكليشي ولا بالانجليزية فيلم اوه براي محبس انا نعرف فيلم هاد الكلمة بيقول موفي بيقول تشوف هكذا فيديو طويلة تحسسوا يا هاده كوا فيلم ايه صح تصعبوا لسماواه فيلم سماواه كي كانوا يستعملوا هاد العفسة اللي قولوا لها بيليكول بالانجليزية فيلم خاطر فيلم في الحقيقة هي مادة كي ما نقولوا البلاستيك الكاويتو الحديد وهاد المادة جايشغل بلاستيك رقيق وحساس وكي حساس تقشفه شوية هكذا تنظر صورة وهادو ما فيلم كاميرا كيمزاف انواع منهم لكن في العموم وش حبيتنا نفهم لكم هاده اللي فيدي قولوا لها اس الار هاد النوع من الكاميرا ماشي الماركة تحان النوع اس الار حبي يقول سينجل لانس ريفلاكس قبل هاده كانت توين لانس ريفلاكس حبي يقول واحد النوع من الكاميرا تتأبكري فيهم شخص عدسات عقدام العوين اللولى العدسة اللولى تدخل فيها عينك باش تشوف تقريبا صورك شح تخرج لك شوفوا ماذا قلت تقريبا خاطر ما ركش تشوف من العدسة تانية هادك اللي رايحة تدخل صورة هكذا باش من تلفها لكمش كينزوج عوينات العوين اللولى باش شوف برك تقريبا شح تخرج لك صورة والعوينة تانية هي اللي رايحة تدخل الصورة بس انت مدى بك شوف من هادك العدسة اللي رايحة تدخل صورة باش شوف سوى سوى حيخرج لك اي ما تقدرش طبع دلقاء والحل خرجوا هاد الفيلم كاميرا اللي فيها single lens reflex ماشي زوج هاد مرة داروا واحد تقنية باش عينك كي تشوف من العوينة رايحة تشوف من هادك العدسة اللي حتديرت صويرة هكذا كي ما هادية عراني نشوف من العوينة عراني نشوف من العدسة هادك لح نديرت صويرة بتاع كيفاش داروا هاد تكنولوجي داروا لدخل واحد الميروار واحد المرايا هادك المرايا هاي تخليك تشوف من هاد الأعوينة سوى سوى من العدسة. هنا نحبس منزج نحرق الكومراسكم. وهدو ما اسالر فيلم كاميرا ما زالوا يستعملوا محتل دوك اخوتي. وعداش خطر فيهم واحد البنة في التصوير تحهم. تصوير تحهم شغول اورغانيك. عندها واحد الاحساس شغول الكليه. شطو الطماطيش تا البحيرة. يا اخي تجي شغول حلوة شغول ما فيها الشمس الأملاح المعدنية الترابو. سلام عليكم. بتصعادوك طماطيشات البويت بلاستيكية شغول جين شابين تحب تصورهم. تحكي تاكلهم مرين. هذه هي. الطماطيشة البحيرة هي شغول تصور الفيلم كاميرا هادو مع اسالر. مثل غامل. اما الكاميرا التانية اسمها DSLR كما هاته بركزادول هاته هاته ديجيتل. هاده كما كانون 5D Mark 2 كانون 200D كانون 600D نيكون دي 500. هات الكاميرات عمارين في الجزائر. الناس قاعد تعرفهم. هناك كارت ميموار داخل الالكترونيك مشي كما هاته ميكانيك بزاف. والدياسالر كاميرات هاته هاته فيهم زوج انواع تاع سنسورز. كان شو صغير و كان كبير بزاف. اللي صغير اسميه ابي اسي. والكبير فول فرعيم. هنا نحبس. هاشفه عليهم برك. سنسور كبير فول فرعيم كما 5D Mark 3 وصغير كما كانون 600D. وهاته دياسالر قانيت فيهم هاته هاته تفاهمنا اخوتي الكاميرا اللوله هاته ليف طابله SLR ومن بعدها خرجوا DSLR على خطر والات ديجيطال ومن بعدها داروا كاميرات يقولوا لهم ميرورلس. هاده ميرورلس كما الدياسالر. نحاولهم واحدة فقط. موشنو هي؟ نحاولهم هادك المرايا. هادك المرايا اللي كانت في الدياسالر وفي الاسالر اللي تخليك تشوف سواسوة مباشرة من العداسة. كين حاوها؟ منين تولي تشوف كيد دخل عينك في العوينو؟ تولي تشوف ميس سنسور هاده المرة؟ تشوف كما في الكاميرات DSLR. عندهم اخي شاشة. هادك الشاشة الكبيرة. كين تكون تشوف منها. تشوف مباشرة من السنسور أعبلكم بها. لاحظوا بالإداء انت كانون DSLR زعمة أو نيكون. لاحظ باللي كين تشوف في العوينة من الفوقها. اللي يقولونها OVF. أوبتيكل. ماشي كما تشوف من الشاشة. من الشاشة تشوف المعلومة. تشوف مباشرة في الشاشة الكبيرة من السنسور. اتخيلوا في الميرورلس. عندهم شاشة كما تشوف من السنسور. هاد مرة يخليك كذلك. تشوف من العوينة هادك اللي يقولونها OVF. Electronic View Finder. هاد مرة تشوف من زوج جواية. تشوف من الشاشة. وشاو شوف سنسور. وتشوف من العوينة الفوقانية. وشاو شوف السنسور. وهذا ريفوليشون. ملاحة بل بزعب خوضي. لكن ما كشغير هاد التطور فيها. حاجة باينا. دوك اقول له صغار. على خطر نحاولهم هذه الملايات الكبيرة. هذه حاجة مهمة. ولكاين كما يقولون لوسع الداخل. سما باش يديروا أمور ودخرين. وكيفاش تعرفوا كذلك الفرق بينتهم. كيتنحوا العدازة. وتحطوهم بينزوج وميرورلس. الميرورلس شغول تشوف مباشرة السنسور. بصحف الدياسالر ما تشوفوش مباشرة السنسور. كان هادك الميروار اللي يدي بزاف بلاصة الداخل. هذا ما كان. اسمعنا هادرنا على ثلاثة أنواع على كاميرات وهدو ما شغل مهمين. كان نوع آخر من الكاميرات يقولون ميديون فورما. وش فيه زيادة. السنسور بزاف كبير. كيتقارنوا مع هادوك السنسور زعمة فهو الفناية. كبير كبير. واشتهرت به شركة هاصل البلايد مثلا. كان شركة عدو خلاص مها مامية. وهادو شغول كلي ميرورلس على كل حكياني منهم دياسالر وقائل قدم. ساعة نقولوا يشبهوا الميرورلس. وسنسور تحمزة كبير. يعطي لك شغول صورة كشنقول فيها التفاصيل. ألوان شابين شاربنس. تايناميك رينجر. على خطر قدم يكون سنسور كبير. قدم البيكسل يكونوا كبار. يدخلوا بزاف ضوء. يدخلوا بزاف ضوء. قدم مليح. وهذا السنسور قانيت مقوطة كبار تقدر فيهم ميجا بيكسل طالع. ما تضعش. بلا ما تضغط بزاف البيكسلات فيه سنسور كبير. صغير. هادو نوع من الكاميرات يستعمله بزاف المصورين اللي يشغلوا هادو كتاع كوميرسيال. ولا بالك ليصور زعمه. اودي زعمه. فاهم كيفاش. واشتهرت به هاد النوع من الكاميرات شاركة هاصل بلايد. غاليين بزاف. بالك تلقاهم خمسين الف دولار. غاليين. شاركة فيجي فيم تخدم منهم ليشوية رخاص. عندها واحدة سيري واسمها جي افيكس. وقالت ندبر واحدة منها ونحكي عليها هادليامات. تلقاها بالك عشر الف دولار. ولا تبنى الف دولار. طناشنا الف. شغل حتى هادو كلي رخاص وغاليين بزاف. وباش يتمتعوا هاد الكاميرات الفيلدوفيو. تلقا شغل زاوية حملية التقطوها واسعة بزاف. وحتى العدسة التوحى. شغل تلقا زجاج هديك الضوارة كبيرة على خطرها لش السنسور كبير. وبهد النوع من الكاميرات كذلك تقدر تدير شغل شالو دبتوف فيلد. عجب. هدي لازم نجيبها لكم وانسيها لكم وتشوفوها كيفاش دائرة. كان كاميرات وعد اخرين يقولوا لهم بريج. هاد الكاميرا عمري ما هاد الكاميرات ربما تجازوا عليكم الماركة تاع نيكون بي ميل بي الف ولا سوني ار ايكس عشرة. وهاد الكاميرات فيهم كلي عندك زا ما دياس على الاميرولوس اللي فيهم زا ما سنسور ابي اسي. ما اقدر شغل كيما كانون شو هندرد دي. مبرك فيها واحد الميزة هي انه الزوم تحى اولا مسودي ما يتنحى ما يترجع. ماشي كيما في هادومك الكاميرات اللي حكيت عليهم من القبل. تقدر تبدلهم العدسات. بصحة دي لا لا. يعطيك عدسة واحدة. بصحة تزومي. تحكم شغل وايد. وتلي فوتو. وتزومي. بصحة الحاجة اللي ما اعجبتنيش فيها. لش ما نحكيش عليهم. ها خاطر ما تقدر تبدل العدسة. وانا ما دبيا يكون عندي الاختيار من بدل العدسة. بصحة حكاية الناس اللي ما دبياهم ما يبدلوش العدسة. وشنو العدسة التحافة اشماليها تزومي لكبال بصف. ولو كانت كتبوا في اليوتيوب بريتش كاميرا. تلقى دايما الناس يحبوا يزوميوا بيهم. خاطر فيهم واحد تزومي. وشنو انتفاهموا. كي تزومي لماكسيموم. اذا انت مبتادئ. ولا ما عندك شغل هاوي. تبال لك شغل اوه تزومي مليحة. تبال لك شغل اوه تزومي مليحة. تبال لك كواليتي. على كل حال انا هاد الكاميرا تبالي مليحة الناس اللي ما يحبشي كسرات ويبدل العدسة. ويحب كواليتي. خاطر كما هاديك الصوني ار ايكس عشر. تلقى فيها فور كي. تلقى فيهم السلو موشون مليحة. تلقى فيهم الاطوفوكيس بزاف مليحة. والزوم هادك مليحة. وفتحت عدسة لا يعطي لك زعمة واحدة عيانة بزاف. يعطي لك زعمة 2.8. الاف اربعة كي تزومي لماكسيموم. وشنو ما تقدرش ندير هذا شغل 1.8. لازم حتد تبدالها عدسة وما تقدرش. هاده هما البريتش كاميرا. هاده يدخلها وما تحبه في ايدي وننظر عليها. ليس مشكلة لهذا. وما رأيك همش بزاف 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 ببيلر. كي تقول صح. كان كاميرا وعد أخرى. كانت بزاف ببيلر بكري. يقول لها كاميرا. هاده كشغل صغير كاميرا. معروفين صغيرا كونون خدمتها. هاده النوع من الكاميرات. هاده يدخلهم في جيبك. وكي ترح تحوص صور بيهم. هاده يدخل كيما بريج. هاده يدخل ميني زوم هكذا يخرجوا ويدخل. لكن السنسور تحوص صغير. ليس كما تعبريج ولا ديا صغيرة ولا ميرورلس. تلقى زعمه هكذا وانين صغيرة. هاده يدخل كيما. هاده يدخل كيما. وكي نعطيكم أمثلات على هاد الكاميرات. كان صوني ار ايكس وانهندرد. كانين بزاف منهم. كان الموضل الأول تاني التالي. وكان كذلك في الكانون جي سافن اكس. وكانين بزاف وعدو اخرين. كانين مئة الالف منهم. لم يكن لديهم ملكون. كان الكاميرات صغيرة. ملاحة التحواس وكل شيء. هاده الموضل الخرانيين. وكانين يحقون حتى 900 دولار. كان بلقى حتى عشرين مليون غاليين. رغم انه عندهم سنسور كبير. خطر فيهم ميزة ملاحة. ملاحة اوتوفوكيس وكل شيء. في الليلة. وكانين منهم عندهم سنسور كبير. بصحة كمباكت. كما هاده اللي حكيت عليه. اللي ميكس ال اكس مئة. ديلكم الرابط اللي حتى تحبوا تشوفوها. فيها سنسور كبير على هاده كل اخرين. مثل مايكرو فور ثرد. لا باس. دي شغول تحت ابياسي. المهم هاد النوع من الكاميرات. وعلش مولوش بزاف 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 مشهورين. على جل واحد الكاميرا اللي تكعت عرفوها راي في جيبكم. كاميرات التالي فونات. هاده هاده الكاميرا اللي هنزيد نحكي على هاده. خفيف ضريف. كاميرات التالي فونات فيهم سنسور بزاف صغير. وصغير على هاده كتاع كومباكت كاميرا. في معظم الأوقات. لكن دوكار انا نشوفوا باللي يحتل الكاميرات التالي فونات. هم يتطوروه كين بعض الشركات هم يكبروا شوية في هاده السنسور. هم بدووا يكبروه. خطر عبالهم بلي مهم قد ما يكبر. بسح ما تقدرش تكبر بزاف سنسور في تالي فون. ما يولي شو بعدها تالي فون. يولي كاميرا. شي كاميرا مباشرة. هم يحاولون كيف يطوروا المعالج. خلوا هادك المعالج هو لي استكلف. هم يحاولوا كيف يطوروا المعالج. خاطر عبالهم لو كان يطوروا السنسور. يولي تالي فون بزاف كبير. ومن دك تشوفوا تالي فونات فيهم واحد المعالج مقوط لي هارب. يعطيليك تصويره كما هادك الكاميرا لي فيها سنسور كبير. هادي هي. اسمار انا هندوك في مرحلة التطور. هادي حكاية وعد اخرى. هادي هي. كاميرا. كان يزالهم بزاف وعين. هادي كاميرا شغولة متوسطين. لا كيفاش. تالي فونات غلبوهم. كان النوع اخر من الكاميرات بزاف مشهور. هو الاكشن كاميرا. اكشن كاميرا كما هديت على شركة جو برو. اشتهرت بزاف هاد شركة بهذا النوع من الكاميرات. كانت شركة دي جي يخدموا اوزمو اكشن الاخره. حتى شاومي يخدموا. ربما مركات وعدو غرين يخدموا هاد نوع من الكاميرات. هادي هالي شغول بزاف مشهورة. غو برو. هادي كيفاش حكايتها. تفينمي بها تحت الماء. وعندها سنسورتها بزاف صغير. هادي سنسورتها صغير. تعمل في الليل ما تعطي لكش صورة جودة عالية جدا. حاجة اللي مليحة فيها شغول كلش انفوكش. شغول كما في تليفون ولا. ما مشي لازم تبدأ تدي الفوكش على كشتيها ولا شغول غير. شعل كلش واضح. وبدأ صور. وتلقى فيها العدسة شغول هذه اللي تحكم بزاف واسعة. ما تلقاش زيما فيها تليفوتو ولا تزومي ولا. مش كما زيما مثلا في كمباكت كاميرا. ولا في هاتف اللي فيها ثلاثة كاميرات. كان الكاميرا ديك تلتة ايفون اللي تزومي لك. وما تنقش الجودة. هادي لا لا. فيها شغول كاميرا واحدة. تحكم اولترا وايد. وعندها موضع داخل شغول مشي بزاف اولترا وايد. في الوسط. وما عندها زيما زيما زوم ولا. شانت فاهموا. هادي تاع الاكشن دينا في الفيلو. هادي كفاش مليحات قدرت تسمع تمنطيها وين حبيت. كان حتى اللي شغول صغار كيمة تع انستا هادوك. خدموا كاميرا ها كده صغيرة قد نص صبعك. تحطى اللي هنا هاكده بتكير ولا. وشنو فيهم سنسور بزاف صغير. لكن فيهم مازايا اخرى. كيمة سلو موشن هاكدة 120 اف بيس. 240 اف بيس. تلقى فيها فور كاي. كاميرا قدرتها كيف كيف سنسورتها صغير. وكايني فيهم تاع اكشن. هادي قولوا لها 360 كاميرا. امدارين بيها حالة دوكا في انستاقرام. هادي فاش مليحات فيلمي لك 360 دراجة. ومن بعد انت هاكد تحكمها من بطاقة الذاكرة. تنحي اس دي كارت ديك صغيرة وديرها في اللابتوب. تدخلها في واحد التطبيق. انت تخير الجهة اللي كنت حيب تصورها. انت شغل حكمت كلش. وبعد انت تخير. كاميرا واحدة. اذا في الميت مهاد الجهة. ما كيفاش ومن بعدها. في اللابتوب تاعك في اللوشيسيال. تعود توري وش كام مورك. ما كيفاش. وبعدها تخير انت وين راك حيب. وفيها واحد الاحساس واحد اللوك. شو راكم تشوفوا في انستاقرام شغول. طلع لها واحد الحطبها قدايا. وكاين انواع منهم هادوما كاميرات تاع 360 درجة. كيما انا حكيت على واحدة غير كيمة. لي تدلك شو الفيديو تدلك غير تصاور. تبدأ تدور على روحها. وبعدها هادوك تصاور شغول تلسقهم. تقدر تدير من بعد. كيما جوجل ارت تعبص بلاسوري. تبدأ زي ما تدخل لها ديك الغرفة. بعدها تخرج منها. هادو النوع من الكاميرات يقول لهم 360. هادي هي. كان بزاف ماركة على كل حال. كان نوع اخر من الكاميرات اللي فيها كادالك سنسور صغير. يجي في الدرون. كيما شاركة دي جي اي لما يخدموا الدرون. فيه كاميرا واحدة من المانع الاهتزاز. وهدو الكاميرات التاع الدرون. ماشي قاعي يجو شغل سنسور صغير. دو كامي خدموا. عندما قلت عندها سمانة. خرجوا واحد الدرون. شغل كبير وسمو انسباير. هادوك الدرون فيه كاميرا كبيرة. او سنسور كبير. عجب. شهل يسو هاداك الدرون. عشرين الف دولار. شهل غالي بالبزاف. وكان هادوك الدرون لما يتباعوا. الف دولار. خمسمية دولار. صغار هكا يو. فيهم شغل كاميرا صغيرة. بسنسور صغير. شتور دو صنع المحتوى. لراكم تشوفوهم يديروا فيديوه تمسموا. قعم يديروا. هادو الفيديو تتوحوهم. بهادن انواع من الكاميرا التاع الدرون. وكان هادو كاميرا اللي كان بزاف نس قسوني عليها. وانا يا شغل ما. ما عليش وعلش منحبهاش. المهم. يقولوا لهك كامكوردر. كاميسكوب. كان انواع. شغل شوية قدم. شوية ماشي قوة. بسحكى كان واحد الانواع منهم. لي شغل غاليين وشابين بل بزاف. تلقى فيهم سنسور صغير. مش صغير كما تعتليفون. باش نفهمو. يختموهم دو كاما كانون. كان واحدة معروفة في الجزائري. كانوا باكه یالك جاسد عليكم. وسمها كانون اكس اونز. سندقائك اكس ا احداش. كان انتع صوني جانيت يختموه شغل في فور كاي. هادو كاميرات باش يتمتعو بالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طحج مالك فاست. فيهم زوم داخلي. هذا زوم شغل شغل يريح ما يقولو شارب. زوم زوم. ما شاء كيماتع بريج. هذا ما يزومي لك ببالك بزاف 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 بسهل زوم شغول زجاج داخل تجد زجاج ملعه تفهمنا؟ تجد فيها بزاف قفالي لتذهب مباشرة لإعدادات ذلك وتساعدك كذلك حتى إذا تخدم مثلا في تليفزيون وماده بك تذهب بخصوص خفيفة وشكل خفيفة ضريفة فيها بزاف الكونيكشن لديك المايكروفونات وكل موضال كيفج هذا النوع من الكاميرات اللي صراحة ما عنديش علم كبير فيها لأنه أنا مثلا ما نحبوش وما نستعملوش بزاف أنا لا نصحقش هذا النوع من الكاميرات وعلا بالي بلي كان ناس بزاف يسحقوا هذا النوع من الكاميرات يعني في العموم هادو ما كاميس كومبولا كامكوردر عندو سهولة الاستعمال للمحترفين هاكدا نشوفها انا هادو كان اهدونا كاميرا الوعرة هي تاع السينيما ديجيطال سينيما كاميرا قولت ديجيطال هادو كاميرا تاع بكري هلوك الوعرين قاع لي يصوروا بيهم بالفيلم كما هاديه بالبوبينة هاديك اللي يتضار كاين دوكا رمزا لهم يخدموا بيها بصح تسقام لك بزاف تراهم باش باش هم بعد تعود ديفلوبي هاديك الفيديو شغول كونفيرتيها شغول تسقام لك تسقام لك وانا نحضروا عليها هاديوكل فيلم سينيما كاميرا تعبكري اللي شغولوا واعرين شيزا عملوا هاديوكل فاشلين بصح دوكا في معظم احيان الناس تخدم بالديجيطال سينيما كاميرا واشنو هي الوعرقع اللي راه يدوكا في الدنيا في الديجيطال سينيما كاميرا تخدمها شركة آري من الالمان عادية على الالمان جيرمن بيبل هما اللي راه هم دوكا خادمين السنسور شبابقع عادية ما شانا اللي قلتها الناس ها يدخل هكذا يا ويا صح كي تشوف هادي شركة آري الكاميرا تلي تخدمهم وما غالين على كل حال تلقاهم شغول ثلاثين الف طولار خمسين ألف مئتين الف لحسب شغل الموضع لحسب السنسور وكيف كيف حتى هدو الكاميرات على سينيما فيهم سنسور صغير وكبير وشنو ما تلقاش فيهم سنسور بزار صغير بشو انتفاهموا يبدأوا شغل من سوبر طلونت سنك واحدة اللي تفرقهم على كاميرات هي الجودة على الصورة تحها ما فيه اش دوك الامور اللي زع ما انا يا وانت اولا بمبتدئين شغل نحبوهم زع ما زع ما حدا بزاف ولا اه خلينا عندهم واحد اللوك بسهلا انا هدروا ما شا علقا سينيما كاميرا انا هدروا ما ثانيا على هادي آري خاطرة بالنسبة لي او بالنسبة لقاع الناس في الدنيا انا هاليا شغل طوب دوكا اري هادية تعطي لك واحد السنسور فيه واحد الالوان شغل يقول لك بزاف ناس يفكرهم في هذوك الكاميرا التعبكري شوف انا نهضلك على كاميرا تاع الفين وثلاثة وعشرين بصح الناس تاع دوكا اللي يخدموا بها اللي عندهم زع ما ربعين سنة تقربة في السينيما يقلك هذيك الكاميرا فكرني في الكاميرا تاع زمان تاع السبعينات ايا خاطر للوق تاع هذه الكاميرا تلوعان اطلاع سينيما تاع السبعينات كيما ك scholنا jsem قل بقاموا طوما طابقة البحيرة ببارك هي ماشي غير طوما طابقة ربع cachاء البحيرة كل شيء هتراف كيف حاش واع Hell?...اري أم końحة وهذه شركة تعالzać اللوق أري.. قدرت بدوك ماالكو لقي Nice ليجيشو منkedك هلط الناس تم دير قريب كيما لوقت تاع فيلم كاميرا ببارك دي جي طل يمكنك أن يقول دي جي طال يقول المعلومات لا يخلصون تجدها بزاف ضاوية تسترجع المعلومات تجدها بزاف مضلامة تجد المعلومات لا تفهم كيف ويعطي لك شغول واحد الامج هاي كواليتي كاميرا تحوز تفهم في العموم كاميرا تحسينيما الجودة تحاربا بزاف تقدر من بعد تحكم هذه الجودة تدلها معالجات التي لا تحبها من تلك لكي تحبها على الرؤية تحكي الفنية والعدسة التحسينيما لديهم كيف كيف ميزة التوحى لما تجدون العدسة العادية والعدسة التوحى ننهضر وغيرا شغول الغاليين حكيت عليهم خطرة وقيلة صندوق فيها وقيلة خمسة عدسة 800 مليون هاكم حابين نشوفوا الفيديو هذاك احبط لتحضر في صندوق الوف ستلقى الرابط 800 مليون لير خاص شغول عيانين شغول عالم وعد اخر هذاك خودي ستلقى كاميرا صحيحة تقدر تخدم بها وين حبيت سخانة تلجمة تسهل لك الخدمة كما زعمة دياسة الكاميرا لازم تحوص وعلى كل حال الكاميرا تنتع ستلقى كاميرا تلقى غالية في هذه العموم يمكن فهم خدمة سينما كاميرا حتى يتسهل لكاميرا كبيرة كيف كيف حتى هاد الموضوع لازم له شغل فيديو ايضا اخرى مشيغل فيديو واحدة. واش تقدر تخطف في العموم كتقافة عمو من كاميرا تح سينيما الجودة تح صورة تحهم شغل مقوط اللي طالعه تقدرهم بعدها تدير بها وشرك حايب. هذا ما كان. ولعدسة التوحى كيف كيف يلعبوا دور كبير. خطر كاميرا تح سينيما شابه بزاف. بعدسة ما درناولو. ما درناولو. هذا ما كان. وعلى كل حال كان يستعمل سينيما كاميرا بعدسة أقل فرق. سا حدوك تعب بكري. ما كفهم كيف سا ما يستعملون سينيما كاميرا مع عدسة ١٨٥٥٠ ميليمت على ٩٠٠٠٠٠ هذي كتاع كانون. هذا ما حبيت نفهمك. المهم ان شاء الله ما عقدت لكم سوزاف الامور. هذا الفيديو كنت حيب نديرها عندها بزاف. وكان لازم علي نوجدها كتر. سهلو كان لازم نزيد نوجدها على بل ما حش نديرها. تمدرتها اليوما وان شاء الله تكونوا استفدتو. وهذه الحكاية. ما حضرت على واحد الكاميرا تحت سورفايونس هذيك شخون. لازم نحكي عليها. هي لازم نحكي غير على الكاميرات اللي يساعدك باش تدير لقطات فنية كدر طبيعة ودر بيهم ختمة شابة. هذا ما كان. كاميرا تحت سورفايونس باش انتعس بيها سرق يا. ايو تربح. سلام علي. اه واذا كش منسي تقولولي. هذي هي الحكاية. سلام علي. اشتركوا في القناة